انطلقت جلسات المحور الاقتصادي في أطار الحوار الوطني الذي يضم ثماني لجان فرعية أكد نواب البرلمان ومسل الأحزاب المشاركون في أولى جلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية غير مسبوك جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية حيث تمت الإشارة إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا هائلا في ملف العدالة الاجتماعية وأكدت أن إبا عبير جلال موثلة حزب الشعب الجمهوري أن الدولة نجحت في توفير الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر والأفراد خاصة الفئة الضعيفة إيمانا بمبدأ العدالة الاجتماعية